طيب انت شايف مين المنتخبات عمتها المرشحة ان هي توصل او تحقق افجازات او تكسب السنة دي في كاس العلم بالنسبة لمنتخبات اللي تكسب السنة دي فيه اكتر ممنتخب مميز وفيه لعبة كتير شباب موجودين يعني مثلا باسم النار رحمن الرحيم كده ارجنتين وبرازيل طبعا احنا كنا بنقول ادوارد بيشكل الارجنتين وانا بشكل الارجنتين معايا تمام كده انا برازيل الارجنتين برازيل طبعا فيه فرنسا انجلترا اسبانيا وصلت نصف نهائي اليورو وطبعا ما ننساش فرنسا دي المنتخبات دي المفروض وهولندا طبعا برضو فيه اللعيبة مع فان خال اللعيبة فراحة قوي فرنسا كتتحمل اللقب الزبط فعل فيه 18 فدول الاسماء المرشحة فعال اللي هي تكون موجودة توصل للنهائي فدول بالذات الارجنتين والبرازيل زي ما بنقول دول بالنسبة كبيرة دول موجودين في المربع الزهبي طبعا فيش حد من فرق ممكن يفاجئنا اولا اتوقع سربيا سربيا اه سربيا في المواطشات الوديها في التصفيق كسعالم كانت عاملة اداء هيل جدا كانت بتقدر توازن ما بين الهجوم والدفاع قدرت اللي هي تحرج منتخبات كبيرة فسربيا شايف لو هي بنفس الاداء تقدر تعمل حاجة كميزة تاني حاجة بعديه كرواتيا كرواتيا اه كأنا قلت كرواتيا يلعبوا مع المغرب يا نهر ابيا اه لا احنا عايزين من مغرب تكسب يعني دول هم اللي اتنين بصراحة المنتخبين اللي هم شايفهم الحصان الاسود في كاس العالم كرواتيا وسربيا سربيا دي مفاجأ عامة بزات سربيا طب بالنسبة للمنتخبات بقى العربية قطر والمغرب والسعودية وتونس مين فيهم اللي شايفه ممكن يحقق بزات او انا بصراحة اتكلمت وبتكلمنا من شوية قلنا المغرب انا شايف السعودية وقطر وكذا يعني اخرهم دور المجموعات ما فيش حد في المجامعة طبعا هيقدر يتخطى الادوار دي بصراحة الا لو تونس قدرت اللي هي بس تونس في مشاكل كتير ما بين الاتحاد واللعيبة وفي لعيبة ما انضمتش للمنتخب بسبب رئيس الاتحاد في مشاكل فاللعيبة طلعت تتكلم وتهجم رئيس الاتحاد فطول ما في مشاكل او قبل البطولة خلاص كده تعرف ان الموضوع خلاص المدرب مش هيبقى المدرب كمان تونسي جنسية فدرب محلي فاللو هو لا ده الاتحاد اللي بيتحكم فيك تختار مين وما تختارش مين فبتلاقي خلاص بدل فيه قلق من الاول خلاص الموضوع ما بيتمش تحس خلاص ان الفرقة كلها تتركيزها لو اول ماتش خسر خلاص شكرا تلاقي كل اللعيبة خارجة عن تركيزها شايفين المدير فني مشاكل اللي بيختار فبيبدأوا لهم خلاص فلا تفكك خالص